موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الثلاثة ستة شباط واقع الملاعب العامة ببيروت وأهميتها بتأرير خاص اطلاء الحملة الوطنية للرضاعة الطبيعية برعاية وزارة الصحة بالإضافة إلى محطة ثقافية مع زميلتنا مريم الحاج وغير من التأرير أما تجوفنا لليوم فهنمايت رابلسي رئيسة تعونية أطايب الريف لنحكي معنا عن نشاط التعونية بالقرى والبلدات اللبنانية وأيضا هشام سلمان مدير برنامج المحافظة على الطبيعة بجمعية الثروة الحرجية لنضوي معه أكتر على موضوع التشجير بلبنان إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية يوم أنا أستاذ حصال مصري صباح الخير صباح النور كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال يعني التأس الربيع مكمل يمكن كلها الجمعة نعم هل ضل إجمالا نحن بأجباء التأس مستقر بيضل مسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حاليا هذا الشيء هيستمر أقل شيء للخميس اليوم عنا مبدئيا غائم جزئيا بصحاب متوسطة ومرتفعة طبعا خلال النهار درجات حرارة ما علي أي تغيير أما نسبة الرطوبة فهي منخفضة عم توصل ماكسيموم للخمسة وخمسين بالمية وهيدا شيء عم بيؤدي لزهور طبقات من الغبار بالأجواء أحيانا أما الأربعة فهو مشمس بتخفل غيوم شوي بيضل عنا ظهور طبقات من الغبار وحنشهد ارتفاع بدرجات الحرارة ارتفاع تصيف طبعا نسبة الرطوبة حتظلها منخفضة وليلا بتحول لغائم بصحاب مرتفعة أما طقس الخميس فهيكون غائم بصحاب متوسطة ومرتفعة درجات الحرارة ما هتتغير ونسبة الرطوبة حد اللواطية هنعطي درجات حرارة اليوم بالمناطق السحلية المنموم 13 لماكسيموم 23 بالمناطق الجبلية المنموم 11 لماكسيموم 16 بمناطق الأرز من 6 ل11 أما بالبقاء فمن 8 ل16 درجة مثل ما قلنا بكرا عنا ارتفاع يعني الماكسيموم بالسحل حيكون 24 بالجبل 20 بالأرز 13 وبالبقاء 21 درجة أوكي دعتيك ألف عافية نحن بكرا منحكيكم صباح الخير جوال صباح الخير جوال لألك لكل اللي عم بيتابعونا مثل العادة جولة سريعة على عنوين الصحف اليوم الثلاثة ستة شباط ومنبدأ مع النهار اللقاء بعبداء على وقع بداية الاستحقاق الاجتماع العسكري ثلاثي في النقورة لا أحد يريد تصعيد التباينات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر تتجدد انتخابيا وضمن أسرار الآلهة بعنوين النهار تشهد أروقة حزب عقائدي تنافسا ساخنا بين مراكز القوى فيه بشأن ترشيح بديل عن نائب حالي في البقاع الشمالي شركة استطلاع رأي تجري دراسة انتخابية في إحدى دوائر البقاع بطلب من وزير لرفع أسهم ترشيحه أمام مرجعيته السياسية تبين لخبير انتخابي أن مرشحا يعمل معه ومع شخص آخر بالتوازي مما أدى إلى خلاف وتباعد مع الأول تجري محاولات يدخل على خطها رجال دين وأمن لجمع متخصمين قبيل تأليف اللوائح للانتخابات المقبلة لوحد أن وزارة شؤون مكافحة الفساد لم تتحول حتى إلى صندوق بريد لتلقي الشكاوى وبختم النهار ضمن الافتتاحية بقلم دكتور نصيف حتي سوريا بين مؤتمر سوتشي وحرب عفرين إلى عنوين صحيفة الحياة جراءات عسكرية روسية لمواجهة خطر امتلاك إرهابيين صوارخ مضادة للطائرات الخلاف في مجلس الأمن على الكيموي السوري يعطل تقدم التحقيق عملية عسكرية لتأمين خط بري لنقل نفط كاركوك إلى إيران أمريكا باشرت نقل قوات من العراق إلى أفغانستان العقيدة النووية الأمريكية تمتحن معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية موسكو تشكك في التزام واشطن ستارت 3 اعتراض صاروخ باليستي جنوب السعودية قيادي حثي يحذر جماعته من كارثة ترامب يؤجج صراعه مع الديمقراطيين أردوغان في الفاتيكان للمرة الأولى تبادل هدايا ورسائل سياسية وختيما في الحياة صاروخ فالكون العملاق يغير مسار اكتشاف الكون منتابع جولتنا مع عنوين صحيفة المستقبل لبنان ينتخب 2018 ولا زمن التمديد اجتماع النقورة الجيش يتصدى لتهديدات العدو واليونيفل للالتزام الدقيق بالـ 17-01 أما الصورة الرئيسية بصحيفة المستقبل لليوم فهي لجثمين الشهيد خليل مرفوع على الأكف بمسقط رأس ومشمش من بعد الاشتباكات التي صارت بترابلوس والصورة بعنمين بطل جديد من عكار مجازر أسدية في الغوطة نقاط واقعية تسعى واشنطن إلى إسقاطها على الاتفاق النووي ضرب الإرهاب وضريبة الدماء والشهداء الجراح خدمة الفايبر أوبتيكس انطلقت والإنترنت سيكون الأسرع عربيد يلتقي رئيس الحكومة العاجي ويدعوه لزيارة لبنان واشنطن تدعو موسكو لاحترام التزاماتها بموجب معاهدة ستارت الجديدة جوتراز غزة غير قابلة للحياة بحلول 2020 التحالف العربي خطة إنسانية شاملة لليمن إسرائيل تخشى زلزالا يقتل الألاف ويشرد مليونا مصابو إدلب بغاز لكلور يروون معاناتهم وبالأخبار الرياضية الصراع مستمر بين العهد والنجم والأنصار في العناية الفائقة من المستقبل إلى الأنوار إجراءات أمنية في طرابلس بعد استشهاد جندي في اجتباك مع مطلوبين موسكو امتلاك المعارضة صواريخ مضادة للطائرات يشكل خطرا هائلا المرصد السوري غارات بالغاز السام على إدلب فتح باب الترشيح عشية الاجتماع الرئاسي بقلم المحل الأسيسي أسبوع الاستحقاقات والتأسيس للشهور المقبلة عملية عسكرية عراقية لتأمين نقل النفط إلى إيران قضية القدس في لقاء البابا فرانسيس وإردوغان وبالأخبار الاقتصادية بورصة وولستريت تتهاوى وموجة مبيعات في البورصات الأوروبية وبختم معرفي أخوري معركة عصبيات وبلوكات الخصوم قبل الحلفاء من صحيفة الأنوار إلى اللواء يلي كتبت بالعنوان الرئيسة الترويكا الرئاسي يفك الاجتباك ويمهد لمجلس الوزراء الخميس اجتماع عسكري في النقورة يؤكد التزام الخط الأزرق والتريس سيد الترشيحات النظام يواصل غاراته على المدنيين في الغوطة المحاصرة تسعة وعشرون قتيلا واشنطن الأسد استخدم الكيموي مجددا وموسكو تعرقل إدانته بقلم العميد الركن خالد أحميدي هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية أمير الكويت يفتتح مركز عبدالله السالم الثقافي إخفاق جديد للاحتلال بفشل إلقاء القبض على المنفذ مقتل حاخام إسرائيلي بعملية طعن في الضفة الغربية وبختم بالأخبار الرياضية النجم والأنصار دربي بنكهة الكأس نتابع مع نوين صحيفة البلد العيون على ثلاثية بعبدة توفقية وقرار التصدي للعدو حاسم البابا فرانسيس يحرج إردوغا بميدالية السلام التحالف الدولي يعلن خفض قواته في العراق أيضا في عنوين البلد وبتحقيق خاص لا تخنق الطيار في عهد صانعه أرقام صادمة لانتشار الأمراض بسبب النفايات وختيما هذه هي ردود الأفعال على فوز حمزة البيض نوصل إلى صحف بلغات الأجنبية وبترجمة العنوين The Daily Star لبنان على طريق الانتخابات بالعنوين الرئيسي وحول موضوع الانتخابات أيضا مقال اليوم بصحيفة The Daily Star بعنوين حان الوقت لانتخابات نظيفة وبعنوين أخير الضربات الجوية تضرب آخر معاقل السوار في سوريا إلى لوريون لوجور وبالعنوين الرئيسي هدنة بعد الحرب لماذا معركة عفرين تفتح المجال لمرحلة جديدة في الصراع السوري وهذا كان العنوين الأخير بلوريون لوجور لانتبع ما صحيفة الشرق لقاء بعبد الثلاثي يعيد تصويب المسارات الحريري مشاريع كبيرة ستشكل انطلاقة مهمة للاقتصاد حزب الله يجدد التزامه تفاهم مارم خايل البابا يحذر من الانحرافات الدينية المدمرة للإنسان في نيانوس خطة وطنية لتنظيم النقل البري أول الغيث ترى الشحان للانتخابات فلسطيني يقتل مستوطنا إسرائيلي طعنا وبغتم بقلم عون الكعكي القاعدة الذهبية إلى عنوين الشرق الأوسط توغل تركي واحتكاك مع موالين للأسد تدمير الأكراد 11 دبابة ينذر بتعميق خلاف أنقرة واشنطن السعودية تعترض باليستيا حثيا وتمول رافعات للموانئ تقدم استراتيجي للشرعية نحو الحديدة رحلة الرعب على طريق دمشق حمص البديلة انسحاب أمريكي تدريجي من العراق مصادر نقل قوات إلى سوريا وأفغانستان بالعنوين اللبنانية مصدر عسكري قتيل طرابلس خطط لعمل ما لبنان يواجه خطر المتشددين العائدين أنباء عن تجنيد داعشي على حدودها الغربية قلق إيراني من تورابورا كردية وبعنوين أخير وبعيدا عن العنوين السياسية طالبة الماجستار منال تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها في برنامج The Voice سورية متحجبة تبهر فرنسا وختام جولتنا مع عنوين صحيفة الجمهورية لقاء بعبدة تثبيت الهدنة الانتصار المستحيل في حروب الشرق الأوسط إسرائيل تنجز شريطا حدوديا لإدارة جنوب سوريا أسلحة في وكر الدندشي هل عاد الإرهاب وبختم مع الأخبار الرياضية باير قريب من التأهل إلى نصف نهاء الكأس ومع الخبر الرياضي من صحيفة الجمهورية ممكن أن نختم جولتنا على عنوين الصحف بريك ومن بعده بتلاقينا جوال مع المحطات الثقافية والفنية خليكن معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر